السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلالي تعالوا نتفق على أن الدور السعودي من غير الأهل السعودي ملوش طعم طبعا أنا بتكلم عن الدور الممتاز السعودي أمر تاني برضو لازم نتفق عليه أن الأهل السعودي من غير عمر سومة ملوش أي طعم والحقيقة أن الأيام اللي فاتت شهد التصريحات لعمر سومة هي التصريحات الأولى من نوعها بعد رحيله عن النادي الأهل السعودي بعد الهبوط طبعا إلى دور يلو أو دور الدرجة الأولى السعودي وذهابه إلى العربي القطري والإنجازات اللي عملها والنتائج اللي عملها والأهداف اللي عملها عمر سومة تحدث وبشكل واضح عن عودته إلى النادي الأهل السعودي كيف ستكون وكيف ستصبح تحديدا وإني عمر سومة صاحب التاريخ الأكبر مع النادي الأهل السعودي ما احترامنا لكل من جاء إلى النادي الأهل السعودي من اللاعبين ولكن عمر سومة صاحب الأربع القاب الدور السعودي وكأس ولي العهد وكأس خدم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي لعب 242 مباراة سجل خلالهم 192 هدف صنع خلالهم 30 هدف لزملائه في النادي وهو الهداف التاريخي طبعا برصيد 144 هدف في الدور السعودي للمحترفين وطبعا حصل على جيزة الحذاء الذهبي ثلاث مرات متتالية فيش حد غير عمر السومة يعمل كده طب ايه اللي حصل اللي حصل إن إدارة النادي الأهل السعودي قررت قرارات في اليومين اللي فاتوا يمكن ما كناش أردرين يعني نتناولها بسبب انشغالنا بمنتخب سوريا ومبارياته الودية الأهل السعودي قرر إنه هو يجهز النادي بتاعه النادي الأهلي لكي يستقبل العام المقبل في الدوري الممتاز برفقة عمر السومة يعني زي ما بيقولوا وهو مدور كونتاكت مش لسه هنبتدي في العام المقبل نقول آه إحنا خلاص وصلنا للدوري الممتاز تعالوا بقى نبتدي نشتغل لا خالص إحنا العام المقبل في الموسم المقبل هنبتدي بسرعة الصاروخ وهيكون معانا عمر السومة طبعا الناس كتير بتسأل إمتى هيرجع عمر السومة للأهلي السعودي عمر السومة وبشكل رسمي وبناء على الإحصائيات الموجودة على المواقع الكبيرة زي ترانسفير ماركت عمر السومة هيعود يوم تلاتين ستة لعام الفين تلاتة وعشرين تلاتين يونيو إيه السبب؟ السبب بكل بساطة هو معار إلى العربي القطري ويمكن ناس كتير فكر أن عمر السومة خلاص انتقل للعربي القطري وهيفضل هناك الكلام ده غير صحيح بالمرة غير صحيح حتى أن عمر السومة إلى الآن البسط التاريخي اللي منزله عمر السومة أنا للأهلي والأهلي لي وعلاقاتي بالأهلي والأهلويين لا يمكن أن يزحزحها حاسد أو مخبون ولست ملزم بالتبرير لأحد أنا للأهلي والأهلي لي والله وليه التوفيق تتذكرون هذا البسط عمر السومة ما زال إلى الآن محافظ على علاقته بالأهل السعودي والأهلويين طيب الأهل السعودي أول خطوة عملها عشان يبتدي يعد النادي للموسم المقبل موسم عمر السومة ايه؟ ضربة معلم التعاقد مع مدرب بحجم بيتسو موسيماني المدرب الكبير وصاحب عدد الألقاب الأكبر مع النادي الأهلي المصري انتقل من الأهل المصري للأهل السعودي وبالرغم من أن الأهل السعودي في دوري يلو يعني دوري الدرجة الأولى السعودي إلا أن الأهل السعودي زي ما بيقولوا جاب من الآخر طلع بالعداد بتاعه على الرابع ولا الخامس ولا العاشر هتن أفضل مدرب وإحنا في دوري الدرجة الأولى بحيث أن يبدأ من الآن فالعام المقبل بيتسو موسيماني عرف الفريق على وعي بالفريق وحسن الفريق وعرف نقاط ضعفه وعرف نقاط تميزه العام المقبل يأتي عمر السومة وأحد اللعبين البرازيليين الآخرين اللي هنتكلم عنهم بعد كده إن شاء الله في حلقة تانية ويبقى النادي الأهلي بادئ خلاص يعني هيبدأ موسم جديد ويمكن بيتسو موسيماني الفترة اللي فاتت خد انتقادات كتيرة يمكن لحد مبارح بالليل من جماهير الأهلي المصري يعني الكل بيتحدث على إن موسيماني مش من المدربين اللي بيشركوا كل اللعيبة هو بيشرك فقط الأسماء الكبيرة وأكيد مفيش اسم أكبر من عمر السومة مع الأهلي السعودي عايز أقول لكم إن إلى الآن جماهير الأهلي السعودي مش مستوعبة فكرة رحيل عمر السومة وده اللي خلى عمر السومة يطلع بتصريحات أمس على إحدى القنوات الرياضية على اليوتيوب وأنا معرفش يعني إيه مدى قوة القناة دي اللي تقدر تعمل لقاء مع العجيدي عمر السومة مش عارف بصراحة قناة اسمها وين وين قناة وين وين قدرت تعمل لقاء مع عمر السومة هو اللقاء الأول واللي النهاردة هنتكلم عن ملخصه وعن أهم النقاط اللي فيه أولا صرح عمر السومة في هذا اللقاء وقال انتقالي إلى الأهل السعودي للعربي القطري كان صعب عليه تكلمنا كتير يمكن عن العقود اللي جات لعمر السومة وهو تكلم مبارح أني يعني لما بدأ يتم الإعلان عن اسمه للانتقال الحر أو للعارة على سبيل الإعارة يعني لأي من الأندية جات لعروض كتيرة تكلمنا عن الأهل المصري والزمالك المصري ويمكن كان فيه عقبات عند الأهل والزمالك تحديدا بسبب القيمة السوقية العالية لعمر السومة ساعتها كانت 2 مليون دولار وما زالت إلى الآن 2 مليون يورو عذرا مش دولار وبالتالي إدارة الأهل المصري قالت طب إحنا يعني هنجيب لعب عنده 33 سنة وقيمته السوقية ممكن نشتري مكانها لعبين أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 كمان وبالتالي قرر النادي الأهل يتخلى عن تلك الفكرة ونفس الأمر بالنسبة لنادي الزمالك وصرح أيضا عمر السومة كان ما بدي أطلع من الأهل السعودي ويمكن كلنا كنا مدركين تماما ورغم تأكدنا من أن عمر السومة سيرحل عن الأهل السعودي إلا أننا كنا حاسين أن هو من جوه مش عايز ويا دي الحقيقة هو من جوه ما كانش عايز يطلع خارج الأهل السعودي وهنا مضطر أن أنا أذكر يعني وأقول بعض من الناس وبعض من الصحف يعني غير دقيقة في سردها للأخبار قالت أن الأهل السعودي طارد عمر السومة يعني أحد أصدقائي قال لي أن أحد الأشخاص في إدارة النادي الأهل السعودي مش عايز عمر السومة وهو ده اللي خلاه رحل كلام ده غير صحيح بالمرة عمر السومة في تصريحاته الأخيرة أكد علاقته القوية بزملائه وأكد علاقته القوية بإدارة النادي الأهل السعودي زي ما هنتكلم بعد شوي عمر السومة ترك النادي الأهل السعودي لأن هم مش قادرين يوفروا حتى نصف الراتب بتاعه يعني هو كان ممكن يوافق يستمر مع الأهل السعودي بنصف الراتب آه آه كان عنده استعداد يتنازل عن مليون يورو عشان يستمر مع النادي الأهل السعودي لكن حتى المليون يورو الأهل السعودي ما كانش قادر يدفعه في ظل أنه هو طبعا النادي في دوري أو دوري الدرجة الأولى صرح أيضا عمر السومة النادي الأهلي كلم وكيلي وجاله مش قادرين ندفع حتى خمسين في المية من الراتب وبالتالي انتقلت العربي القاطر وأضاف النادي الأهلي وجماهير وساعدوني كثيرا وضع النادي الأهلي حتى 2019 كان جيدا جدا ويمكن اللي امتابع منكم أي نعم فعلا واضح من أول 2019 وبدأ المنحضر يظهر من أول رحيل دي جانيني تافاريس في 2019 وبدأنا بكل أسف نشوف النادي الأهلي بينهار حتى في 2020 وفي 2021 كان النادي الأهلي مهدد بالهبوط يعني كان ما بيهبطش يعني بفضل من الله يعني وكانت اللعيبة محبطة واللعيبة ما بتاخدش الرواتب بتاعتها رواتب متأخرة كتير جدا بالشهور يعني وطلع لعيبة كتير تكلمه في الأمر ده عمر السوم من الناس اللي كانوا بيصبروا على الأهلي السعودي كانوا بيصبروا طبعا وأضاف 8 سنوات اللي عشتها مع الأهلي كانت أجمل سنين عمري وأضاف أيضا هبوط الأهلي السعودي نقطة سوداء في حياتي الرياضية يعني أصعب موقف مرة على عمر السوم في حياته الرياضية كلها هبوط النادي الأهلي السعودي يعني حنا بنتكلم يا جماعة عن 8 سنين من العشرة عزرا يعني أنا آسف أنت لما بتبقى مربي قطة عندك في البيت سنة ولا سنتين وبتموت بتزعل عليها تخيل بقى 8 سنين عشرة وبعد كده رحيل طبعا الوضع صعب جدا يعني وأيضا أضاف إلى الآن مش مسدق هبوط النادي الأهلي السعودي وعن فكرة عودة النادي الأهلي السعودي مرة أخرى إلى ساحة الرياضة وإلى الدوري الممتاز قال الكبير سيظل كبير والأهلي سيرجع بقوة والإدارة اللي استلمت الأهلي إدارة ممتازة وكلهم أبناء النادي زي مثلا الكابتن تايسير الجاسم عادة مرة أخرى من جديد لإدارة النادي الأهلي السعودي وإن شاء الله الأهلي يقدر يرجع لدرجة ممتازة وأنا واثق إنه راح يرجع عمر السومة 36 2023 مرة أخرى سيعود للأهلي السعودي وطبعا يأتي السؤال المنطقي هل ممكن ما يرجعش أنا أستبعد يعني هل ممكن يغري عمر السومة فكرة انتصاراته المتتالية مع العربي القطري ويكمل مع العربي القطري صعب صعب إن انت تبيع 8 سنين وتستبدلهم بشهور مهما كانت الشهور دي حلوة وفيها أداء وفيها تميز وفيها أهداف وفيها جمهور كبير بصراحة الجمهور القطري يعني والنقل التلفزيوني والاستدات يعني طبعا قطر دولة متميزة جدا في المنطقة دي منطقة الملاعب والنقل التلفزيوني طبعا هم بيجهزوا نفسهم لكأس العالمي وبالتالي فكرة إن عمر السومة يستمر مع العربي القطري أنا شايف إن هي فكرة مستحيلة طبعا سيعود في الموعد المحدد تلاتين ستة الفين تلاتة وعشرين لا تنسوا متابعة مباراة العربي القطري مع نادي المرخية القطري اليوم بإذن الله تقريبا الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر الساعة السابعة والربع طبعا بتوقيت سوريا تقبلوا كل تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة